بعد الوقع دي بأقل من شهر وتحديدا يوم 23 يوليو 1952 سحية مصر على بيان قيام ثورة 1952 ثورة من أهم الثورات في تاريخ مصر ثورة غيرت مستقبل المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفراقيا ثورة بيضاء نجحت في تغيير وجه التاريخ المصري تماما ثورة الجيش المصري اللي نقلت مصر من العهد الملكي للعهد الجمهوري وأيدها الشعب بكل قوة وقدر الجيش المصري أنه يجبر الإنجليز على الجلاء عن مصر لتحصل مصر على استقلالها الكامل بعد 72 سنة من الاعتلال مع ثورة يوليو اتغير وجه مصر تماما وبدأت عهد جديد وفي إطار الدور الوطني للنادي الأهلي استضاف مباراة خيرية في لعبة الهوكي بين منتخب من العسكريين ومنتخب آخر من المدنيين ويخصص إرادها لصالح جمعية مشواه الحرب ورعاية أبناء الشهداء في يوم المباراة شكر السيد الرئيس محمد نجيب رئيس الجمهورية النادي الأهلي وأعضاؤه لتبرعهم بببلغ 500 جنيه مصري للجمعية وقال الرئيس محمد نجيب إني أعتبر كل مصري عضوا في الجمعية لأن في الحرب الجميع يساهمون سواء الذين يحاربون في المقدمة وهو الجيش أو الذين يحاربون في الداخل وهو الشعب من وراء الجيش والجيش الذي يعلم أن وراءه شعبا يكافح بقوة